تخني ده بسبب مرضي وبسبب كم الأدوية اللي أخدتها وأثرت على شكلها كشفت الفنانة رندل بحيري تفاصيل جديدة لأول مرة تقولها عن سبب زيادة وزنها المفاجئ اللي تفاجئ بيه عدد كبير من الجهور اللي حاب يطامن على حالتها الصحية ويشوف ايه سبب زيادة الوزن المفاجئ ده ورندل بحيري ما سبقتش مساحة للاستنتاج والتواقع عض وسبقت بتفسير سبب زيادة وزنها وقالت بالنسبة للوزن الزايد اللي ظهرت بيه في حلقة الأعلامية مروى صبري فأنا كنت خارجة من دور برد آسي جدا قعد معايا شهر وأخدت فيه 3 عائلة بمضادة حيوان وخدت دواء علشان أقدر أتنفس وخدت دواء للحساسية الأدوية خلت المية تتحبس تحت الجلد وأنا كنت مرتبطة ببرنامجين برنامج مروى صبري وبعدها بـ 18 ساعة برنامج مروى عبد المنعم على قناة الشمس وبالرغم من أن الوزن الزايد مش حاجة المفروض أطلع وأبررها بس أنا حبيت أوضح مش أبرر عشان لحظت أن فعلا فيه ناس خافت علي وفيه ناس تانية ابتدت تطلع إشاعات إن أنا في عندي حاجة أكبر من كده بس الحمد لله أنا بطم منكم مفيش أي حاجة وأصلاً المية اللي تحت الجلد دي نزلت بعد التصوير بـ 48 ساعة وأنا دلوقتي أحسن بكتير وبقالها فترة الفنانة رندا البحيري قليلة الظهور في الأعمال الفنية وآخر أفلامها كان السنة اللي فاتت لما شاركت بفيلم اسمه دولارات دولارات بطولة نضال الشفعي ومن فضالي ولكن الفيلم محققش أي نجاح في شباك التذاكر شاركنا برأيك في التعليقات وما تنساش الفولو علشان فيديوهات تانية كتير ترجمة نانسي قنقر